السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حفايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع بعض حنعملوا اه حاجة بنحب نجيبها جدا من الفرن اه هي بسكوت الينسون او الانس بنحبوه جدا في الشتة بالزات علشان بيبقى جميل جدا مع كوباية الشاي او كوباية الشاي بلما بالليل كده واحنا ملفوفين في البطانية ومدفين. هعملوا معاكم بطريقة اقتصادية بمقازيل مظبوطة جدا لو اتبعتيها وتابعت الفيديو للنهاية هيطلع معاك تحفة 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 احسن كمان من بتاع الفرن وكمان تكلفته اقل من نص تكلفته في الفرن في الافران دلوقتي هو وصل لمية جنيه للكيلو احنا هنعملوه بتكلفة اربعين جنيه بس وحقول لكم وانا شغالة كل حاجة سعرها كان قد ايه هنعملوه زي ما انتم شايفينه كده هش ومقرمش واخد لون حلو من كل الجوانب. تمام? تابعي معايا الفيديو للنهاية هتستفادي كتير وحتعملي احلى بسكوتي يانسون في البيت ومش هتشترك جاهز ابدا. خلوني في البداية فكركم باشتراك في قناتي لو اول مرة تشوفوني قناة غدا زين وتفعيل زر الجرس عالكل عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي اللي بنزلها. اول حاجة كده انا معايا تلت كبايات من الزي الابيض المنخوض. معايا كباية وربع من السكر. وكباية الا ربع من الزيت وبتين وبكت من الفانيليا معلقة كبيرة من اليانسون معلقة صغيرة هرمية من الباكن بودر لو مش هتعرف يتعملها هرمية حتي معلقة صغيرة ونص من الباكن بودر. وحوالي نص معلقة صغيرة من الكوركم عشان يديني اللون الجميل بتاعه. تمام? حدق بالبيت هحط البتين بتوعي. تمام? ومعاياهم معلقة كبيرة من الخل عشان تمنع الزفارة تماما. طيب لو انت البيت اللي عندك بيت صغير مش آآ بيت كبير هتحطي تلات بيدات. تمام? بس مبدئيا احنا حطينا بيتين لان البيت اللي عندي ده كان البيت الكبير. وحطيت باكة الفانيليا وحطيت كباية وربع من السكر عادي اللي هو السكر عادي الخشن. مش سكر مطحون ولا اي حاجة. وحضرب كل ده بمضرب البيت. طيب ما عنديش مضرب بيت ممكن اضرب كل ده في الخلاط عادي خالص. وكت تملي بعمل الوصفة دي في الخلاط بس آآ المرة دي غيرت وعملتها بمضرب البيت. فعندك مضرب بيت. تمام? عندك خلاط. تمام? ما عنديكش لده ولا دوي ده مش معقول. هتعمليها عادي بالمضرب آآ اليده وبتاعي. تفضلي تضربي كده لحد ما الخليط ده لونه يفتح. وتحس ان السكر داب. هنزل باعة بكباية لربع من الزيت. تمام? تملي وانتي آآ بتستعملي زيت في اي وصفة حاولي ان انت تختاري زيت تعمه حلو. ايا كان نوعه. بس يكون تعمه حلو. تمام? عشان يطلع معاك الوصفة بتاعتك تعمها حلو. هضرب ضربتين كده بالمضرب وزي ما قلت لك تقداري تعمليه بالخلاط عادي خالص او حتى بالمضرب اليدوي بيتلع حلو بس بالمضرب اليدوي هتضربي شوية كتير لحد ما توصلي للون الفتح اللي انا معلقة كبيرة من الريانسون نص معلقة صغيرة من الكركم معلقة ونص صغيرين ممسوحين من البيكنبودر ولو هتحطي آآ المعلقة بتاعتك هرمية الصغيرة يبقى معلقة واحدة بس من البيكنبودر. هاخلط برضو الخليط ده كله كده وبعدين هشير بقى خلاص آآ آآ والمضرب مش هاقلب كتير. انا بس عايزة كركم كده ياخد لون في كل المقدار بتاعي. في الناس بتحط الكركم على الدقيق. ما تحطوش على الدقيق. هتلاقي لما تيجي تعيجين كده هتلاقي حتة لونها اصفر غامق وحتة لونها اصفر فاتح. انما لما تحطش الكركم على المواد السايلة فكله ياخد لون واحد. هبدأ انزل بقى بالدقيق بتاعي كده على دفعتين. دول تلات كوبايات دقيق ما نخلين. تمام? وبصتي بقى هادرب كده اول دربة بس بالمضرب. تمام? طب لو انا عاملة في الخلاط عادي. هقلب بقى بقى داية. ما تضربيش اول دربة ده في الخلاط ولا حاجة. يعني متحطيش شوية دي في الخلاط وتقولي اعمله زي ما عملت بالمضرب. لا. بس عشان المضرب في يدي فقولت ايه? ادله تقليبه كده يسهل علي. تمام? هنا بقى هشيل المضرب بقى خالص. وحبدأ اشتغل بقى بقى داية. خلاص كده شلت المضرب بتاعي. هنزل اي عاجين فيه. وابدأ بقى كده بالمعلقة اقلب المقدار بتاعي دا كله. تمام? هو بيبقى عامل آآ زي عجينة اي بسكوت بس هو بيبقى بيلزق اكتر. يعني عجينة اي بسكوت لما بنيجي نعملوها بتبقى عجينة ما بتلزقش في الايد. ولكن بسكوت الينصور لازم يبقى بيلزق. بيلزق في الايد شوية. تمام? هقلبه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. تمام? لحد ما لاقي كل المقدار الدقيق اختفى. بقى كله لون واحد. اهو زي ما انتم شايفين كده. لو وصلت لحد هنا معي وانسيتي تحطي لايك للفيديو. ياريت تحطي لايك. ولو مش مشتركة معي في القناة ياريت تشتركي علشان الفترة الجاية هننزل وصفاتك حلوة جدا كمان اللي هي دول رمضان. جبت بقى هنا سنية مربعة اللي هي المقاس الوسط في في التلت ثواني اللي هم المربعين دولي. الوسطانية بتاعتهم. اللي بعد الكبيرة خالص على طول. وحبدأ دهنة كده دهنة حلوة محترمة من الزيت. علشان بسكوت بتاعي ما يلزقش في آآ صنية. وعرف اطلعه. كمان بصتوا بادهن ايدي هو بالزيت علشان زي ما قلت لكم وهي عجنته بتبقى بتلزة. فعلشان ما يلزقش في ايدي وانا بنزله. وحبدأ انزله. وانا بنزله بقى. بصتوا ما نزلوش كله في مكان واحد. لأ انزله كده على هيئة قطعة متفرقة في في الصينية علشان اعرف افرده. لان لو نزلته في مكان واحد وبدأت افرده فهو حيمسح معاين زيت اللي انا دهنة في الصينية. وبالتالي اما تيجي تطلعيه هتلاقيه لازق في الصينية. تمام? ما اتطربيش الصينية بدي ولا اي حاجة هو مش هيلزق وحتشوفوني وانا بطلناه مش لازق خلص. حبدأ بقى اساويه كده بايداية. انا دهنة ايداية زيت زي ما قلتلكم علشان ما يلزقش في ايداية. لو ما دهنتيش ايدك زيت حيلزق. ولو انت شغالة حستي ان بدأ يلزق. ايدهني دهنة بسيطة بزيت في ايدك برضو. بس هو خلاص من اول دهنة مش حيلزق في ايدك ولا اي حاجة. حبدأ اساوي كده الصينية بتاعتي. في الوقت ده انا مشغالة الفرن بتاعي على درجة متين درجة لو انت فرنك هادي. لو فرنك حامي او عالي هتعمليه على مية وتمانين. تمام? هساوي بقى كده. الوش برضو بدهر المعلقة علشان اخلي الوش متساوي جدا جدا. ما يبقاش تبصيم صوابعي ويظاهر فيه. تمام? بسلونه بقى من الكوركم طحفة جدا. هدخله بقى على الفرن اللي انا سخمته على درجة مية وتمانين. زي ما قلت لك لو فرنك اه حامي او عالي. لو فرنك هادي هيبقى على متين درجة. هدخله على شبكة اللي في النص هيقعد مقدار اه يعني من تلت ساعة من عشرين دقيقة لتلاتين دقيقة. بس ايه يعني حاولي تفتح عليه بعد عشرين دقيقة. هتلاقيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عامل زي سنية الكيكة. يبقى هو بيستوى على درجة حرارة زي سنية الكيكة اهدى منها شوية. وكمان بيقعد حوالي تلت ساعة وبعدين بطلعه. اتأكد ان هو من جوه استوى. زي ما شفته دخلت الخلة وطلعتها ما طلعتش بعجين ولا بأي حاجة. هبدأ قطعه كده زي شرايط بالطول وبالعرض. بالحجم اللي انت عايزين. انا هنا مقطعه الصوبة على البسكوت يتخين وتويل شوية. ليه? علشان خاطر انا والدي بيحبوا يسقوه كده ينزلوه في الشاي. فعلشان يستحمل وما يضبش ويقع منهم. هبدأ اروسه اه في صاج الفرن على الجنب كده. زي ما انتم شايفيني بحطه. اوقف المرحلة دي بيبقى طاري. تمام? وحدخله على فرن متسخن على ستين درجة. مية وستين درجة. يعني حوضتي الفرن بتاعي المية وستين درجة. وحسيبه يتحمص في الفرن حوالي من عشر دقايق لربع ساعة. وطبعا تتابعيه لحد ما تلاقيه تحمص. تمام? اه لو انت بقى مش حابه ان هو يكون تخين كده. اه هتعملي ايه? او مسلا مش حتى يعني تبقوشي في كوبايت الشاي بلبن. هتعملي ايه? هتقطعيها بصمكة ارفع. يعني هي دلوقتي عرضها. عرضها هو من فوق. مسلا حوالي سنتي ونص. انت هتعمليها حوالي نص سنتي. هيطلع البسكوتة معاك رفيعة. هتبقى كمان خفيفة خالص وحييدي معاك كمية اكبر. وكمان ممكن ما تطلعهوش من الصينية الاساسية اللي سوتي فيها في اول مرحلة علشان تحمصيه في صاج. لأ ممكن بعد ما تقطعيه رفيعة اوي كده تسيبيه في نفس صينيته الاساسية والدخليه على درجة مية وستين درجة. يتحمص في نفس الصينية الاساسية بتاعته. من غير ما تطلعيه ولا تحركيه من الصينية. تمام? انا فهمتك. لو رفيع حتسويه ازاي? لو رفيع? حتسويه على مرحلتين برضو. بس المرحلة التانية مش هتطلعه من الصينية هدخله في نفس صينيته بعد ما قطعته رفيع يتحمص بس على درجة مية وستين. طب لو قطعتيه خين زي كده. هتطلعيه من الصاج اه اه او السنية الاساسية وتروسيه في صاج. وتحمصيه على درجة مية وستين برضو. تمام? يا ربي يكون الفيديو النهاردة عجبكو. قلت كل الملحوظات فيه ولو حاجة عايزين تسأله عليها اكتبوه في الكومنت تحت. ولو جربته وعجبكو ان شاء الله هتجربوه انا متأكد انه هيعجبكو لان هو تمنه كمان في الافران بقى مية جنيه. وده كتير جدا. انا لما عملته وحسبت تكلفته لقيتها ما تزدش عن اه اربعين جنيه خمسين جنيه لو انا بقى جاي بحاجات غالية يعني شوية او لو ساعة ما وصلك الفيديو كان السعر بتاع الحاجات اه او الخامات غلى. فمش هيعدي الخمسين جنيه. تمام? اه يا ربي يكون الفيديو عجبكو. متأكد ان هيعجبكو. متأكد ان البسكوت اللي انسول لو عملتها هيعجبك جدا جدا. هيطلع معاكي بنفس الشكل الجميل ده. هش كده وحلو واخد لهم من كل حتة. طعمه كان خرافة. اه ولادي مدمنين ويعني كون شوية لازم اعمله. اه في نهاية الفيديو بشكركم على متابعات كلية. ولو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي او فيديو من الفيديوهات ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل وصفاتي. شكرا لكم وحطوا لايك ما تنسونيش.